اعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كامل اراضي مقاطعة خرصون جنوبي اوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينوف قال ان القوات الروسية استولت ايضا على نقطة حصينة شمال العاصمة كييف واضف انه تم اسقاط طائرتين اوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية اوكرانية بالاضافة الى العصور على عشرة انظمة صواريخ غافلين المضادة للدبابات وغيرها من الاسلحة غريبة الصناع اعلن عمدة العاصمة الاوكرانية كيفا فيتالي كليتشكو فرض حظر تجول في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس شدد كليتشكو على عدم التنقل في انحاء كييف او الخروج من المنازل باستثناء الذهاب الى الملاجئ وشهدت كييف صباح اليوم عدة انفجارات في مناطق مختلفة جراء القصف الروسي المتواصل كما دوت سفارات الانذار في قلب العاصمة فيما استهدف القصف الروسي مدينة خاركيف اصفر قصف النطالة احياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الاقل وفق ما اعلنت اجهزة الطوارئ الاوكرانية وذكر جهاز الطوارئ الاوكراني ان جثتين انتشلت من تحت انقاض مبنى مكون من 16 طابقا في حي سيبيا توشانسكي مضيفا انه تم انقاذ 27 شخصا في نفس الموقع كما تعرض مبنون سكني اخر في منطقة بودلسك الى هجوم وتصعدت حدث المعارك في الايام الاخيرة في محيط كييف فاصبحت محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية التي بدأت العملية العسكرية على اوكرانيا في 24 فبراير تتواصل العملية العسكرية الروسية في الاراضي الاوكرانية لليوم العشرين على التوالي منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي في الوقت نفسه ما زالت لقاءة التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وطيرة العمليات العسكرية او حتى تأمين فتح ممرات امنة لمغادرة الاوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الاراضي الاوكرانية ولا يزال دوي القصف اعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والاوكرانية ولا تزال ارض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الارواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الامن الدولي شهد امس جلسة جديدة لبحث تطورات الازمة بمشاركة منظمة الامن والتعاون الاوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة الى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الامم المتحدة ان حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الامن في اي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الامن والتعاون بالقول ان دول شمال الاطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب اوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده اما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت الى اربع جولات حتى الان دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وتيرة العمليات العسكرية او حتى تأمين فتح ممرات امنة لمغادرة الاوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض ان بلاده ستواصل المحادثات مع اوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الاوكرانية ان هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموي وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين ان امكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لمساعدة اللاجئين الاوكرانيين نفت وزارة الدفاع الامريكية وجود قوات امريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف روسي وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قال ان القوات الروسية استهدفت القاعدة الاوكرانية بصواريخ كروزا بعيدة المدى واشار كيربي الى ان تعثر القوات الروسية في اوكرانيا يعود بشكل اساسي الى المقاومة والعقبات اللوجستية التي واجهتهم مشددا على ان الاجواء الاوكرانية متنازع عليها وان الدفاعات القوية الاوكرانية تعمل بفاعلية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان استمرار المفاوضات حول الضمانات الامنية في سياغتها السابقة بات امرا صعبا للغاية يأتي ذلك فيما قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زالنسكي ان المحادثات تنزي بشكل جيد للغاية مضيفا خلال كلمة مصورة له ان وفدى بلاده يسعى لانهاء الحرب والتوصل الى سلام مع الجانب الروسي وكانت هناك عدة جوالات من المفاوضات بين موسكو وكياب خلال الايام الماضية اخفقت في حلحلة الازمة وانهاء الحرب التي بدأت قبل عشرين يوما وانعكست تداعياتها على العالم اجمع رجح مستشار برئاسة الاوكرانية انتهاء العمليات العسكرية الروسية في بلاده بحلول اوائل مايو المقبل مع نفاد ما لدى روسيا من موارد للهجوم واوضح المسئول الاوكراني خلال مقطع مصور انه بعد ابرامي اتفاق سلام بين موسكو وكياب يمكن ان تظل هناك اشتباكات صغيرة لفترة مشيرا الى انه من السيناريوهات المحتمل ايضا اقدام روسيا على ارسال مزيد من المقاتلين الاجانب لمساعدة القوات الروسية في عملياتها العسكرية يتوجه رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوبينيا الى اوكرانيا في زيارة لكييف اليوم من المقرر ان يقوم خلال هذه الزيارة بلقاء رئيس اوكرانيا فولادمير زلناسكي كممثلين عن المجلس الاوروبي كما سيلتقي رؤساء حكومات الدول الثلاث مع رئيس وزراء اوكرانيا دانيس شمغال لبحث تطورات الاوضاع في البلاد وفق الاتحاد الاوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على اوكرانيا وتشمل حزمة العقوبات حضرا على الاستثمارات في قطع الطاقة وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب وقالت المفوضية الاوروبية انه سيتم ايضا فرض حضر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين ومن المقرر ان تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني ارينا فرشاك ان اوكرانيا تعتزم فتح تسعة ممرات انسانية اليوم لاجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة اضافت فرشاك ان السلطات الاوكرانية تسعى لاصال المساعدات الانسانية الى سكان مدينة ماريو بول المحاصرة من ناحية اخرى اعلن حاكم منطقة ريفن الشمالية ارتفاع قتل القصف الروسي على برج التليفزيون في المنطقة الى تسعة عشر قتيلا على الاقل اعلنت الوزيرة الفرنسية المفاوضة لشؤون المواطنة مارلين شبايا استقبال فرنسا لخمسة عشر الفلاق اوكراني حتى الان منذ بدء العملية الروسية الاوكرانية واوضحت انه تم وضع نظام للحماية الاوروبية المؤقت سيتم تطبيقه الاول مرة للاجئين الاوكرانيين يسمح لهم بالعودة الى وطنهم اذا رغبوا في ذلك وكانت شيابا قد اعلنت في وقت سابق وصول اللاجئين الفرين من اوكرانيا الى اوروبا الغربية مشيرا الى انه تم انشاء موقع على شبكة الانترنت للشعب الفرنسي لتطوعي للصدفة العائلات الاوكرانية اعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ان نحو مليون وثمانمائة وثلاثين الف اوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية افادت الوكالة بان امس الاثنين شهد دخول واحد وسبعين الف وستمائة لاجئ الى البلاد واشار راديو بولندا الى ان معظم من عبروا الحدود من اوكرانيا هم مواطنون اوكرانيون كما يوجد بين اللاجئين مواطنون ينتمون لدول من قارتي اسيا وافريقيا اعلنت اليابان السمح للنازحين الاوكرانيين بالعمل في البلاد وذلك في اطار استجابتها للازمة الانسانية واوضح وزير العدل الياباني ان السلطات ستسمح للاشخاص الذين تم اجلاؤهم وحصلوا على اقامة قصيرة الاجل بتمديد تأشيراتهم لمدة عام واحد مضيفا ان هذا التعديل من شأنه ان يمنحهم الاقامة والحق القانوني في العمل اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن تراقب اي دعم قد يقدم الى روسيا من الصين سواء كان دعما ماديا او اقتصاديا او ماليا اشار المتحدث باسم الوزارة تيد برايس الى ان الولايات المتحدة قد اوضحت لبكين دواعي قلقها من احتمالية تقديم مساعدات الى روسيا مضيفا انه تم ابلاغ الصين ان واشنطن لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح لأي دولة بتعويض موسكو عن خسائرها تحية لكم من جديد طمأنة الحكومة البرازيلية الولايات المتحدة بانها ستزيد انتاجها النفطي في قرار قد يسهم في التخفيف من حدة المخاوف حيال امدادات الخام العمالية بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتعد البرازيل من بين اكبر عشرة منتجين للنفط في العالم اذا تندق نحو سلاثة ملايين برميل يوميا وتبحث الادارة الامريكية عن سبل لتخفيف الضغط عن اسعار النفط والتي كانت مرتفعة في الاساس قبل بدء العملية العسكرية الروسية وزادت بعد اعلان واشنطن عن حضر واردات الوقود الاحفورية من روسيا حذر صندوق النقد الدولي من ان العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا اغرقت كييفا في ركود غير مسبوق مشيرا الى ان الازمة تعرض الامن الغذائي العالمي للخطر توقع صندوق النقد ان ينكمش الاقتصاد الاوكراني بنسبة تصل الى 35% اذا استمرت الازمة في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر من تداعيات تلك الازمة وتابعاتها على الاقتصاد العالمي ازمة دفعت الصندوق للتحذير من غرق كييف في ركود اقتصادي غير مسبوق كما يعرض هذا الصراع الامن الغذائي العالمي للخطر وفي تقرير له توقع صندوق النقد انكمش الاقتصاد الاوكراني بنسبة تصل الى 35% اذا استمرت تلك الازمة دون ايجاد حل سريع وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سينكمش الناتج المحلي الاجمالي الاوكراني كحد ادنى حوالي 10% عام 2022 مع فرضية حل سريع للازمة وبفضل المساعدة الدولية وفي حين بلغ النمو في اوكرانيا العام الماضي 3.2% مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات تغير الاقتصاد الاوكراني بشكل جذري للخسائر بعد العملية العسكرية وكان المستشار الاقتصادي للرئيس الاوكراني قد قدم في العاشر من مارس تقديرا اوليا للاضرار بلغ 100 مليار دولار الازمة الاوكرانية القد بظلالها ليس على الاقتصاد الاوروبي فحسب بل امتدت خلال اقل من ثلاثة اسابيع الى جميع انحاء العالم لترتفع اسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد يأتي هذا في حين اعلن البنك الدولي عن اتاحة 200 مليون دولار في تمويل اضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في اوكرانيا اضافة الى 723 مليون دولار وافق عليها الاسبوع الماضي ويعد تمويل جزءا من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار اعلن البنك الدولي في السابق انه يستعد لتقديمها لاوكرانيا على مدار الاشهر المقبلة